بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بجميع أعضاء ومشتركي جميع زوار ومشتركي قناتي على اليوتيوب بإذن الله اليوم راح نكمل دورة المايسكيل والبي اتش بي وراح نتعلم كيف نحذف من قواعد البيانات كيف نحذف من قواعد البيانات طبعا في الدروس السابقة تعلمنا كيف لو نلاحظ الدروس عندنا هنا تعلمنا كيف نستخرج البيانات وتعلمنا كيف ندخل البيانات لقاعدة البيانات وتعلمنا كيف نحدث البيانات من قاعدة البيانات في جزء واحد وجزء ثاني هذا ويرتبع الآن على قناتي على اليوتيوب طبعا الآن استخرجنا البيانات في هذه الصفحة مثل ما تجاهد طبعا مسألة التنسيق والأمور الجمالية هذه تركوها البعدين راح نتعلم بإذن الله بعدين كيف ننسق أو كيف نعمل موقع على كيف نبرمج موقع ونكون نسقينه بشكل مميز وجميل الآن فقط للشرح فتعلمنا كيف نعدل على أي عضو موجود لو نضع AAA الآن Update نتلاحظ تم التعديد بنجاح نرجع على Index نلاحظ أنه تعدل عندنا لو نضغط على أي اسم هنا راح يتعدل بإذن الله الآن راح نتعلم كيف نحذف أي عضو بشكل سريع وبسيط طبعا راح أسوي طريقة سهلة جدا أنا وراح أضع رابط بجانب كل اسم أو كل يوزر إذا ضغطت عليه مجرد ما تضغط إليه نحذف Direct بدون أي مشاكل طب كيف الطريقة نتلاحظون عندنا بصابعة الـ Index Fit PHP اتصلنا بقاعدة البيانات استعرضنا البيانات من القاعدة وضعنا مثل ما تجهون رابط بهذا الشكل أما الآن راح نضيف رابط راح نضيف رابط أو زر إذا تم الضغط عليه يتم الحذف العضو المحدد يتم الحذف العضو المحدد طيب الآن نجي هنا نضع دوت أخرى نكتب الآن هنا A أو Intertag Href يساوي نقوله هنا Delete ديليت علامة الاستفهام يساوي أو نضع فقط مثلا نقوله استفهام ديليت اسف ديليت يساوي الـ ID الخاص فينا الـ ID الخاص فينا اللي هو ID بهذا الشكل مثلا تلاحظ هنا مستخرجين الـ ID مستخرجين إيش؟ مستخرجين الـ ID هنا نغلقنا هذه هذه البدعة خلصة طيب الآن نغلق هنا الـ A بهذا الشكل نضع نكتب هنا مثلا ريموف بهذا الشكل ريموف الآن لو نسوي Refresh مثل ما تلاحظ عندنا ظهر بهذا الشكل لكم ملتصقة الآن لو نجي هنا أو نجي هنا نضع علامتين التنصيص نعطيها مسافة شوي حتى يبتعدون عن بعض لو تلاحظ Remove عندنا الآن لو نضغط على أي رابط على أقولين مثلا Remove لاحظ الرابط فوق Delete أوكي ثلاثة Delete يساوي ثلاثة لو نضغط على محمد Delete يساوي خمسة بهذا الشكل الآن الـ Delete هذه نستخدم دالة الـ Get مثل ما تعلمنا راح نستخدم دالة الـ Get بعد ما نستخدمها راح نخزن الـ Id بعد كذا نحذف الـ I نحذف العضو نجي هنا أوكي نضع متغير variable g id يساوي أسف Get 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 delete get delete ممتاز حتى ناخذ القيمة المخزنة في delete طيب الآن نقول له ف if إذا كان إذا كان الـ id إذا كان يعني إذا تم الضغط عليه أو إذا كان موجود عندنا id راح نضع هنا نتغير اسمه query كي يساوي ما يشكل query الان راح نتعرف على الاستعلام الجديد الاستعلام الجديد الاستعلام الجديد طبعا تعرفنا على select أوكي تعرفنا على insert وتعرفنا على update update وتعرفنا على عدة أمور كثيرة في الاستعلامات اليوم راح نتعرف على delete راح نقول له الآن delete أوكي delete الآن أبغى ويحذف لي من وين طيب from from الآن قلنا نروح على php php my item الآن قلنا له عندنا هنا delete from أوكي ال users ال users جدول users ok جدول users users نضع الآن احذفني from delete from users ok where where ok id d يساوي N YouTube ID c يساوي g id كمان راح نقول له هنا أو خلونا نجرب الآن وش اللي راح يشير معنا الآن عندنا الأعظام متواجدين خلونا نمسح الثالث ونشول الفريش راح نحضر AAA بهذا الشكل مثل ما تلاحظ إن حذف عندنا بدون أي مشاكل مثل ما تلاحظ إن حذف عندنا بدون أي مشاكل طيب خلونا الآن نقول له هنا . تم الحذ في نجاح تمام الان نروح هنا نمسح الرابط التالي نحضف مثلا أوس مثل ما تلاحظ عندنا تم الحذب بنجاح لكن طبعا التنسيق فقط تضع بي آر مثلا هنا عربي دوت بي آر ايضا بي آر أخرى انا نروح رفريش مثلا نحذف أولين مثل ما تلاحظ تم الحذب بنجاح تم حذبهم فعلا لو نروح لقواعد البيانات لاحظ كم عندنا هنا عندنا واحد سنين ثلاثة أربعة في قاعدة البيانات عندنا سبعة لو نشوف رفريش مثل ما تلاحظ واحد سنين ثلاثة أربعة في نفس البيانات خلونا نشوف كود لو في شيء ممكن نضيفه فتمنى الدرس أفادكم وفمن الله في درس آخر